هناك بعض العائلات قامت بالنزوح إلى مدينة خان يونس وإلى مناطق وسط القطاع خطوة استباقية من العملية البرية التي سوف تكون خلال الأسبوع القادم حسب تقديرات الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح لذلك تحسباً لأي استهدافات أو غرات تكون مفاجئة هناك بعض العائلات قامت بالنزوح بشكل فردي إلى مواصي مدينة خان يونس غرب المدينة وأيضاً إلى مناطق وسط القطاع خاصة في مخيم النصيرات ودير البلح الجيش الإسرائيلي أعلن قبل ساعات بأنه سوف يوسع المنطقة الإنسانية في غرب مدينة خان يونس في منطقة المواصي وبعض مناطق وسط القطاع خاصة على أطراف مخيم النصيرات ودير البلح والمغازي ومخيم البريج وبالتالي الناس أو العائلات هنا اتخذت هذا الخبر أو التصريح من قبل هيئة البث الإسرائيلية وذهبت إلى هذه المناطق من أجل الإقامة فيها وعلى الرغم من أن لارا هذه المناطق تزدحم بمئات الألاف من العائلات التي نصبت الخيام خلال الأشهر الماضية في هذه المناطق وبالتالي دفع المواطنين من سكان رفح والنازحين إليها سوف يشكل كارثة على المستوى الصحي وأيضاً المستوى الإنساني خاصة ونحن نتحدث أن مدينة رفح تأوي على مليون وأكثر من ستمائة ألف نازح سوف يتوجه إلى هذه المناطق خلال الأسابيع القادمة